الذي يتدبر في الآية لاحظ الله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يعني خاطبهم بأعظم ما يملكوه الإيمان لأنه غض البصر الحقيقة على أنه مجرد هو يعني رمو أو جفون هي حركة بسيطة جدا لكن والله لا يقوى عليها هذه أمرها كأنها الجبال حتى أنك تستطيع أنك أنت تغض بصرك تحتاج إلى قوة نفس عظيمة جدا هذه لا تتأتى إلا لمن وقر الإيمان في قلبه ولذلك علاج الغض البصر هذا في إيش؟ في آخر الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعه أن تستحضر رقابة الله سبحانه وتعالى عليك وأنه خبير بكل خلجات نفسك وبكل حركة من حركات عينيك ورموشك وأنك أنت اللي هي يعلمه خائنة الأعين وما تخفي الصدور إذا أردت وهذا لا يتوفر في مجتمعات الأخرى الغربية وكذا ولذلك نسمع كثير بالفضائح اللي تتأتي ليش؟ لأن البصر هو يؤدي إلى الزنا كما قال أخي هو بريد الزنا لذلك قالوا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم حفظوا الفرج يتأتى بغض البصر وكل ذلك يؤدي إلى يعني تزكية للنفس التي هي تدعوك لذلك تدعوك لذلك الأمر وهذا كله يعني جماعه في تقوى الله سبحانه وتعالى طبعاً فيسيولوجياً يعني أنت النظرة هذه إيش اللي بيحصل لما واحد ينظر مش أنه بتأخذ صورة وتروح تعطى بالأرشيف وتخزن هذه مباشرةً الدماغ يتفاعل معها في اللا وعي تنظر ومباشرةً تؤثر على كل البدن وعلى كل الجوارح ويبدأ يحللها ويبدأ يعيش معها ويبدأ هذه القضية إضافة إلى أن أن هذه النظرة غض البصر ليس مقصوراً على الحالة في الشارع وهو في الشارع مهم اليوم مع تطور وسائل الاتصال نحن أمامنا وسائل تواصل أمامنا أفلام أمامنا كل هذا الأصل في الإنسان أن يسعى إلى غض بصره تجاهه هناك مشكلة كبيرة أحدثها هذا الأمر عدم اتباع هذه العبادة في البيوت عموماً أنه بدأ الرجل يقارن يقارن ما يراه بما عنده في بيته بتكون زوجته متعبة معه وهي تعمل وتقيم شؤون بيته ولكنه إذا نظر فإنه يرى النساء في زينتهم فيبدأ يقارن فيعني يزهد بما عنده في البيت ويزهد وتصبح المشكلات وهناك مشكلات كبيرة جداً الآن بين الرجال ونساء سببها أن هذا الرجل دائم التتبع لصور النساء هنا وصور النساء هناك فيزهد بما عنده في بيته دكتور عزم